المتحدية كابوس النكبات التي خلفتها السياسة تستمر البصرة في تقديم الإبداعات وتحريك الأمل النابضي في عمق مأساتها بالرشة والألوان تتجاوز الفنانة التشكيلية عادل الإبراهيمي إعاقتها المرضية وتعرض 36 لوحة بديعة في قصر الثقافة والفنون في البصرة دائما أنا وتفكيري كله وحبي بالفن رغم أني عندي أبناء ربيتهم درستهم بس ما امتنعت عن الرسم مستمر أعمالي واحد البيتية والعائلية بس الفن عندي هو همشي وياها حبها للرسم وتوقها للتعبير عما يجول في نفسها من آمال وآلام ساعدها على تجاوز محنة شلل يدها اليمنى على إثر المرض لتعود بعدها إلى عالم الخيال تلتقط منه الأطياف والأشكال وتترجمها على أرض الواقع صحيح أنا تحدي لا هدسة تحدي تحدي بالفن تحديت المرض تحديت المطائب كلها وأرسم مع عجوة وعمالي لكنه ماكو أي دعم التراث هو محور اهتمام الفنان عادل الإبراهيمي حيث جسدت ملامح العراق الاجتماعية في لوحاتها إضافة إلى استحضار تاريخه الضارب في عمق الحضارات تمتاز أعمال الفنانة عادلة فاضل الإبراهيمي بالشرقيات والتراثيات وظفت في الكلور البصرة وبغداد لوحاتها التي امتازت بالجمال والألوان الجميلة والدقة المتناهية فكانت أعمالها جدا راقية ألمها ولد إبداعها وإهمال الحكومة لها قوبل بإصرار على تقديم المزيد دون يأس أو كلل فالحكومة ما اهتموا لا نقابة ولا جمعية التشكيليين ما اهتموا بهاية بعملي ولا بوضعي الفن الذي قدمته عادلة الإبراهيمي وغيرها الكثير مثال على الصراع بين الواقع المرير والمأمول المنتظر